إياه لذيكم أصحاب قناة متق A-S-M-R فيديو اليوم رايقوني عبارة عن خمس كتب أرشع لكم القرآن إذا لا أعطان أمر إن شاء الله راح أسوي هذا الفيديو بنهاية كل شهر فأكو فيديو للكتب يعني مخصص للكتب بنهاية كل شهر إذا لا أعطان أمره جداً متحمسة لأنه يعني أعز يعني معرفة كما هو إذا نبدأ أول كتاب اللي هو تقرير إلى غريكو أو كريكو الكاتب اليوناني نيكوس كازانساكيس هذي أو هذا الكتاب تصنيفه لحد اليوم الخامط يعني وعيد ناس ما يدرون هل هو الكتاب كويه يوميات مذكرات سيرة ذاتية لحد العين يعني لحد اليوم معرفين هل هو كتبها كسيرة ذاتية كيوميات أو كروية لكن طبعاً الكتاب أصدر بعد وفاته زوجته هي اللي أصدرته وبدأت الكتاب إياه قالت أنه هي بعد مذكرات نيكوس وصارت يعني عبارة عن رواية فأحنا نمشي على تصنيف تصنيف هكا رواية الكتاب جداً رائع جداً ممتع راح تشعر مدهات كوية الكاتب لأن الكاتب راح يترق عيش كثر هو كان يعني عقائدياً ودينياً متخربط وأنا ما استوعبت الشغلة إلا لما أنا بعثت عن الكاتب أكثر وكثر يعني أنا بالكتاب ما كنت أساساً أدري إن الكاتب ملعد أو يعني لا ديني أنا أساساً أعبالي إنه هو مسيعي لكن لأنه هو متخربط وهنا يعني الدنيا عنده فوق عدر فمكان يدري هو تربى كمسيعي أرثدوكسي كغالبية اليونانين تربى بجزيرة كريت اللي كانت محتلينها العثمانين أو الأتراك ويعني كان هم تطلق عيش السراع اللي صار بين اليونانين والأتراك الكتاب لها فصول واحدة يعني بداية الفصول اللي حي تطلق عيش أمه قبو يد طبعاً على فكرة كريكو تقرير إلى كريكو كريكو هو يد نيكوس فني دار نقول إن كل هالعاشة اللي كتبه نيكوس بالرواية موجه ليده يعني هو جداً يعز يده يعني أم تطلق أهم شيء يعني بالرواية بالنسبة لي وجهد نظر العديد من القراء تأثر بنيتشا الفيلسوف الأمماني نيتشا ومؤسس ديانة البوذية بوذا هو تأثر فيه موائد وهنا نرد عيش نقلت أنه كان رقائدياً ضايع يعني الريال كان ضايع أهم رحل التفاقع رحلته إلى سيناء مصر ورحلته إلى عول اليونان وعول باريس والنمسا وأعتقد إيطاليا أنا رواية مستعيرتها يعني ما مشاريتها استعالتها ولديتها عكسارة بالكتاب تقدرون تلقونها إذا عادتها من نسخة PDF تلقونها بتطبيق وإذا عادت نسخة الكتاب تلقونها بجرير موقعهم يعني الأمعين أو ممكن ما أعتقد أنه لما تروحون شخصياً نرحل لكم الكتاب فدوروا يعني لكم الكتاب ولا ما أدري يعني لكن عاولوا بالطريقة يعني راح أقرأ لكم الآن بعض الاقتباسات اللي اقتبستها أنا من هذا الكتاب الرائع اللي يقع بعدد تقريباً 600 صفرة أو أكثر بشوي الكتاب طويلة الفكرة يعني والله تصدقون أعزو الدياكرام الثانية لأنها فعلاً كان جداً ممتع لك الكتاب أنت خلني مرحة علىها يعني جداً سيئة لأنها كوايد كان يطرق للموت أنا حالياً قاعدة أتغلب على هذا الشيء لكن أنا قبل كنت كتوايد أخفر فكرة الموت حالياً وأنا يعني شي أنا أقول لكم يعني لأنها قاعدة أصفي ذهني وروحي قاعدة أفهم وأستوعب الموت أكثر وأكثر منها ليس شيء خوف مثل ما أنا متفقلت لكن لما كنت كنت كتوايد أفكر على الشيء وتخلني متاعات سراعاً أتغلب لكم الاقتباس الأول هو يستطيع المر أن يقول لنفسي أنه مكتفي وأنه ينام بالهدو يوسلها ويستطيع القول أنه لم يعد يحاج أنه لم يعد تحتاج إلى شيء أنه قد أدواجبه وأنه مستعد للرعين لكن القلب يقاوم يتمسك بالغشب والعجارة يتوسل ويقول ابقى غليلاً ليس الفن هذا الاقتباس الضالي ليس الفن للجسد بل للقوة التي خلقت الجسد الاقتباس انه كان يعتقر العيون السرق أكثر من أي شيء آخر في هذا العالم وقد اعتاد أن يقول للشيطان عيناني سرقا وشعر أبو نيكوس كان كريتي مطقة نيكوس أو جسير أو جسير أوكي هي مصقر الرقص نيكوس باختصار كان جداً 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 وطني ورب ورب نيكوس على هذا الشيء أنا طبعاً لأن كنت لكم الكتاب في الكتاب ونيكوس ممكن يقول شيء بالكتاب لكن هو يعتقد شيء آخر فتعرفون اللي أنا بعيداً عن شغلة الدين اللي بعدها عرفت أن أساساً هو ملحد وأنا طول الوقت عبالي أنه مسيري أرثدوكسي لكن كان يعني أنه تعوشة رحلة أو يعني أنه يكون برجوعة الإيمان والشك كان هذا اللي أنا فهمت أنه ممكن هو بيكون مؤمن بالرب على فكرة هو اعتمال ما يكون ملحد يعني لأنه أول مرة صراح أنه ملحد لكن كان يسولف عن أفكار تعتبر يعني خارجة عن الدين لكن أعتقد أنه كان لا ديني يعني كان يؤمن وجود الرب لكن ما يؤمن بالذي عن المهم هذا موضوعنا موضوعنا أنه قرأوا الكتاب من الأسبوع يستعق عشرة من عشرة والكاتب على فكرة يعني رواية مشهورة اللي هي زوربة أعتقدت للأغلبية كارير الرواية أنا أول شيء يريد تقرير إلى غريق وبعدين كاريت زوربة أنا كاريت الكتاب الأقل شهرة له وبعدين كاريت الكتاب المشهورة فأنا عكست المسألة يعني الكتاب الثاني هو للمفكر المصري الكبير عبد الوهاب المسيري هو المسيري كتاب من هو اليهودي الكتاب طبعا من اسمه يطرق للأهود ليسوا كجماعة متفرقة لكن مثل ما الصهيونية يعني تبي تقلع لنا أنه جماعة واحدة أو قومية واحدة هذا الشيء كلنا نعرف أنه خطر يعني بعد يطرق الكتاب يعني نظرت اليهود لأنفسهم للدين أن أغلب اليهود أساسا يعني يشوفون أن اليهودية عبارة عن خلفية حرقية واسمه وخلفية دينية يعني بعضهم أساسا حتى ما يقدس يوم السبت ولا يعرف أي شيء للدين اليهود ما هذا الشيء ينطبق على أغلب اليهود اللي من أوروبا ومن من أمريكا يعني أهم الكتاب وايد أهلو إن كنت بل شون تكررونه لو أنت هو لا عمركم وكريتو عنك هذا المفكر للعبي لأنه أفضل من تطرق على الموضوع اليهودية والصنونية هو عبد الوهاب المسيري الله يرحمه عنده كتب وايد طبعا عنده من الكتاب أو الموسوعة الموسوعة اليهودية واليهود واقي هذا إذا إذا إنتبه عبين تكرروا له أنا أنتصاكم أنكم تبدأ شون في عكمات تخلصون من اليهودية وبعدين تطرقون من الكتب اللي تطرق لسون هوني مثل تاريخ الفكر الصيني هوني وبصراحة ما قعد تتكر بعد أنتواه الكتب بعدين آخر شيء تطرقون أو يعني تكررون الموسوعة هذا الكتاب أحزت أنه مهم أنه شاركوا إياكم لأنه لازم نفهم برغوما الناس اللي إحنا قاعدين نهتف بسامي بسم المحتلين والمجرمين لما تطرق لموضو فلسطين أغلبنا أساسا ما ندري شنو إياه السمونية الكناس يقولون يعني ما يفعله بشيء نحن نقوم يا فلسطين لا لغسم عشان تكونوا لكم حجة أمامهم مثل ما أنه قوموا دائما مستعدين بحجة اللاسامية من اللي شكونا فيها الكتاب جدًا مهم وأنا أنصو على كل لن يقرأ لكم رح تستفيدوا الوائد وهم رح تتغير نظرتكم لإنسان اليهودي وبتوضيه يعني أنا ما عندي عداء قوية ديانة اليهودية ولو هي الشخص اليهودي أنا عندي عداء قوية اللي يتحدثون باسم الليهودية هم يعني ما يتمون الليهودية بإيسلا اللي هم بالاسم الآخر المعروف الصغاينة الكتاب موائد طويل تقريبًا 200 صفحة أنا كريتها بديف يعني ما الصراحة ما لقيتها ما لقيتها يعني لأن كتب ربلوها بالمساري بسرعة تخلص فما ألحق أني أشتري يعني إن شاء الله راح أشتري الموسوعة وأقراها لأن لأن أنا شبه قربت أخلص من كل كتبها أساسا أكون تغيرت نظرتهم تماما يعني بعضهم كانوا ويا اليهود أو يصال أو يصال بموط فلسطين يعني إن لأن هم يستعقون الأرض ومدري وين ومن العجي يعني أو الكتاب الثالث اللي أول المرقط اللي أنزب الرواقي الكتاب القائد حبد الحب السيد هذا الكتاب يعلي هدية بما انه انا اساسا يعني موائد ملهمة بهذا النوع من الكتب اللي هي رواية الرعب وخصوصا اللي تكون من الكتاب يعني يعتبرون يدد انا اعتبر عبدها بيديدي يعني لما انا دائما اقرأ الكتاب يعني كبار شوي اقدم يعني اخترت الرواية لانها فعلا معقدة يعني والله العظيم اغرب الرواية قريتها بحياتي جدا ممتعة انت لا بعد حين تكونك الجميع واولى خطوات الاختلاف ان تعتفد باسرارك لنفسك وتبقي المسافة البعيدة عن كل من هم معاولك وهذا تعديد ما يشعرني مختلفا عن بقية الناس فانا اكد من جدا ليعلمي ان الاحظات البوحة خطيلة وغالبا فأتفقد قيمتك بعدها ساما لكنني قررت رغم ذلك ان اتقلم فالكتمان يشعلك عصبية مع شخص لا ذنبها الاحظات بطيئة وتقليدية في البداية وقد تكون غير منطقية في بعض فتراتها وتشعلك تطرع التخمينات دون توقف الا انها ستأخذك الى نهاية تخارف كل توقعاتك خاصة وانما مثلا جوان الغصة رجل غريب الاطوال يختلف عني رجلين عرفتو في عياتك رجل محقد يعني انا ما بي احرك عليكم الرواي لانها عرفتو ايها من الروايات اللي لو كنت لكم جزء منها يعتبر اني حركت عليكم فقروها رواية تقريبا اصدرت قبل ثلاث سنين الفين و ثلاث عشر فتعتبر ايديتا يعني مقارنتا بالكتاب بالكتابين اللي قبلها تقرير الى غريكو او غريكو او من هو اليهوكي الكتاب اللي وراه اللي اهوه سنراويكم ياه الكتاب كرام على الدرب اللي الكاتب والمؤلث اللبناني ميخايل نعيمة اه هي عبارة عن شذارات او كما تسمى يعني اه اللي ما عارفش ان يعني شذارات ايه مقتطفات اقتباسات يعني نفس النصوص بس ونفس النصوص يعني شذي شوية نفسها اه فالحين باقرار لكم منها اه راه اقرار لكم بعض الاقتباسات من هذا الكتاب اه الكتاب طبعا اه الغلاف مال جدا راقم راه اقرار لكم نبذع الكاتب اه اه وليد المفكر والنف القاص والقام نفا ما قاعد اشوف هذي ضاد ولا اه اوكي القاص يعني اللي يقول القصص اه وليد المفكر والقاص والشاي ميخايل نعيمة في لعب لعب بس قدد عند سبعة سنين انا اعتذر للبناني اه اكيد مناطق اللبنان وهو قراء انا اعتذر ما ادريش لمناطقه يعني عام 1889 يعني يعني هو لو عايش رايكو عنها 132 سنة واو تابع دراسته في فلسطين ثم في اوكرانيا وروسيا قبل ان يستقر في الولايات المتعدة حيثنا شاهدته في الاداب واخرى في الانقوق واسس مع بعض المشاهدين الاداب الماء من ادباء من ادباء المهجر الرابط الغلمي اعتقد كانوا اياه امين الريحاني وجبران خليل جبران عام عام 1932 عاد الى لا 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 بس كنت بس كنت بس خلاص استسلم لا حيث ابا وقدعوا في الكتابة ولقوا بالناسك الشخروب لما انتزم به نتاجه الاداب من نسعة تصوفي ورويه فلسفية وتوفيها عام 1908 عام 99 عاما ما شاء الله بعد ان اثر المكتبة العربية بعشرات الكتب في مختلف المجالات الادابية والفلسفية والشعرية كرمنا على درب مجموعة من اقوال وانفات تتلق لما تتلق إطارة الحكم الصوفية والنظرة الثاثبة تطالعها المرة بعد المرة وفي كل مرة ترتجونها بجديد لذاني وجديدها ما يزيدك تعلق بها وانقبالا عليها واستزادا واستزادا بروديك الفنية والفكري رح اقرأ لكم باب من اقتباسات هذا الكتاب الجميل لمخائلين ناعمة شد دائما بين عمت النعلى وغرطومها تلك تقدر بس تقدر بس تقدر بس وهذا يستقدر العسل ولكن لا حياة للنعالة إلا بكليم فصلك الخير عن الشر من غير ان تموقن نفسك كفصلك مهمة على دائما من غير ان تقوم على عهادها ما من نقلي متداولا في السوق ما من نقلي متداولا في السوق ما من نقلي متداولا في السوق المعرفة إلا لأنا أترمى أن تكون عصاك أو فرقا وديك في غنوننا فكرت من قلبي وأحسست بفكري ثم صهرت فكري وأحساسي في مصاري الخيان فتغامس علي الكتبة الفريسيون في أسقتي وتهامسوا في مجالسي مقادلين هذا رجل يخالف الشيعة فعبروا ليس من المنطق في شيء أنت بها العرية وأنت مكبل بقيود المنطق عبث عدوك أقوى منك حتى تسالمه قلب العدوي ما عمل السلاح العدوي أيها الرأس يكون من تسليل عها في مبكاوكم رضيان أنا وقتاو 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 فطعبي في صعامي وفطعبي أنا أعتبر أنا وأنتم تشعرون ماذا فطعات ولماذا فطعات ليو ألال يبعون من الهبس إلى اليوم ومن اليوم إلى القد هو ذا الهب الذي تكون قد لقيه التوفي وربسي 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 وهل تعرفون لربسي وربسي 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 من الغوالي الكتاب الأخير اللغة العربية كائن الحين للمفكر والكاتب اللبناني جورجي زينان هو بالنسبة عقية من الكتاب والأدباء المفضلين هذه هذا الكتاب يعني يعكي لكم رحلة اللغة العربية وشلون اللغة العربية عبارة عن مطاط يعني اللغة العربية مرينة جدا وفي ناس قول الله اللغة العربية ثابتة وما تتغير ويعتقدون ان هذا من يحل اللغة هذا الشيء أولا أوها خاطئ ثانيا هو ليس من يحل لأن اللغة اللي ما تتغير هذه اللغة ما تتنصب أي زمن يعني لازم اللغة تتغير وتتأقلم وهي شققاتها اللغات الأخرى بهذا الكتاب راح يعطيكم نظرة إلى أني مختلفة تماما عن اللغة العربية العربية وأن كوايد مصطلحات مثل مثل كلمة بلاط كلمة بلاط باللغة اللاتينية تعني قصر لكن احنا خذناها وسميناها بلاط على بلاط اللي هو يعني ما عرفش ما تقولونها بلنجتكم لكن تكونوا معنا السطح في الأرض وحيانوا معنا الزولية أو السجادة راح يطرقعك أن العرب استوردوا أسامي مثل الديباج وفيروس وزمهارير من الفرص لأن يعني الفرص كانوا مشهورين بالخام اللي يستوردونها أيضا من الهد يعني الفرص يستوردون الغام من الهد لكن العرب يعرفون الغام من الفرص لكن أيضا يعني العرب كانوا يروحون الهد ما هذا الأسامي خذناها من اللغة الفارسية الشيء اللي بعدها صدمت منها كلمة حج وكلمة كاهن كلمات من اللغة العبرية اللغة العبرية اللغة العبرية بيوم الأيام كانت لغة جدا بدائية كانت تعتمد على نصوص الدينية فقط فأنا أتوقع أن فعلا يعني احنا أخذنا الكلمات من اللغة العبرية اللي هي كلمة كان وكلمة حج لكن بعد الأندلس و اليهود يعني لغتهم طورت وصارت من مجرد لغات تستخدم في التيراني الدينية إلى لغة لديها قواعد ونحو وغيرها وبجدية عبابي نكون خلصنا أنا أعتذر إذاك ويت صلفت ويت خرجت عن الموضوع لكن أحاول أني يعني أطبط نفسي وأطبط صعوتي يعني ما أصلف بسرعة أتنفس بطريقة معتدلة هذه الأشياء صعبة لكن عشانكم أحاول أني أحسن من نفسي وبس عبابي إن شاء الله أجبكم الفيديو و إذا أعبين يعني تتركون الكتب اللي أنت وتقترعون أنا أقراها معادي مشكلة و أشوفكم كبيرهم ثاني و إلى اللقاء ليلة سعيدة